السلام عليكم مشاهدي قناة الفراث الفضائية وأهلا وسهلا بكم في حلقة تجمعنا وإياكم وبرنامج البيئة والناس هذا البرنامج الذي يقدمه وتعده لكم دائرة التوعية والإعلام في وزارة البيئة فأهلا وسهلا بكم معنا البيئة تشارك في ندوة لمناقشة إدارة ومعالجة النفاية الطلبة في المدن البيئة تنظم ندوة عن تغييرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي ونشاهد في حلقتنا اليوم أهم الأنشطة الرقابية المهمة والفعاليات التوعوية لمديرية البيئة العاصمة بغداد وبقية المحافظات أعلنت وزارة البيئة إطلاق مشروع تكييف الأسر الريفية في جنوب العراق مع ندرة المياه الناجمة عن تغيير المناخ من خلال تمكين النساء كعوامل للتحول ومعالجة العلاقة بين الغداء والطاقة والمياه بدعم من الحكومة الكندية أو التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في جمهورية العراق الفاو في بغداد وزير البيئة المهندس نزار أميدي أكد خلال كلمته في احتفالية إطلاق المشروع الذي حضره السفير الكندي ومدير مكتب منظمة الأغذية وعدد من ممثلي الوزارات أن الهدف من هذا المشروع تعزيز إجراءات التكييف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وخاصة على المجتمعات الريفية التي تعتبر الأكثر هشاشة ولما لهذه التأثيرات من علاقة على الواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي أعلنت وزارة البيئة الاتفاق مع الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات على آلية عمل مشتركة في تنفيذ برامج إزالة الألغام لفتة إلى أهمية تقديم الدعم والتمويل الدولي للعراق جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة المهندس نزار آميدي وفدا من وكالة الصادرات البريطانية بحضور السفير البريطاني مارك برايسون لدى العراق وزير البيئة خلال لقائه أكد بأهمية تنسيق العمل المشترك وبحث المشاريع التي سيتم تمويلها من القرض البريطاني ضمن موازنة 2023 وزيادة عدد الشركات العراقية والأجنبية العاملة في العراق ضمن الشراكة البريطانية والبدء بأعمال إزالة الألغام في الأراضي العراقية متواصلين معكم أيها الأحبة أينما كنتم وبرنامج البيئة والناس دائرة التوعية والإعلام البيئي تشارك في ندوة حوارية لمناقشة إدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدن بمقر جمعية المهندسين العراقيين في بغداد تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير فلنشاهده معا من أجل النهوض بالواقع البيئي في عموم البلاد شاركت وزارة البيئة متمثلة بدائرة التوعية والإعلام البيئي في الورشة العلمية التي نظمتها جمعية المهندسين الخاصة بمناقشة إدارة ومعالجة النفايات الصلبة في المدن ندوتنا كانت إدارة ومعالجة نفايات الصلبة في بغداد أو في العراق يعني التقديرات حسب الإحصائيات أنه هناك 60 ألف طن نفايات في اليوم واضح جدا عدم محافظة السليمانية في العراق لا يوجد معالجة لهذا الموضوع وهذا بدأ يشكل أذى كبير حاليا ومتصاعد مستقبلا دارة التوعية والإعلام البيئي دائما تأخذ على عاتق المشاركة بحملات التوعية ندوات التي تضمن مواد توعية ورش العمل التي تطرح بها مواد توعية تخص البيئة والمحافظة على البيئة من هذا المنطلق تم مشاركة فريق فني من وزارة البيئة دارة التوعية والإعلام البيئي في مثل هكذا ندوة مهمة على كيفية التخلص أو إدارة أو إدارة بسرعة عامة للنفايات الصليبة في العراق وفي الوقت الذي حذرت فيه جمعية المهندسين العراقيين من ارتفاع النفايات الصليبة في المحافظات طالبت الحكومة والجهات المسؤولة عن الملف البيئي بضرورة الأخذ بتجربة سليمانية التي تعد أنموذجا جيدا للخلاص من هذه النفايات بالتأكيد أن المسؤولين على علم بهذه القضايا ثم أنه شفتوا من الحضور كانت هناك جهات معنية من السلطة التنفيذية معنية في مجالات البيئة ومجالات الحفاظ عليها هذه كانتها أيضا حاضرة فهذه هي الجهات التي توصل أيضا للمسؤولين الأعلى والأعلى أهم موضوع حسه أهم موضوع هو الثقافة ثقافة المجتمع إحنا حسه دار الحديث بينه شون انثقف المجتمع بخصوص جمع النفايات وطمرها في أماكن المخصصة وإحنا حسه حاليا لازم نركز ونأكد على هذا الموضوع لأن إحنا مقبلين على أمراض سرطانية لأنه معالجة النفايات بالعراق بعد 2003 غير صحيحة يرادلها طرق تكنولوجية وثقافة المجتمع بنفس الوقت وتسعى وزارة البيئة بكافة دوائرها ومن خلال مشاركتها في العديد من الندوات والمؤتمرات التوعوية والمجتمعية للوصول إلى الهدف المنشود وكان آخرها الحملة التوعوية والتثقيفية التي نفذتها دائرة التوعية والإعلام البيئي لتنظيف ضفاف نهر دجلة بمنطقة الجادرية لبرامج التوعية البيئية عباس حميد دائما ما تسعى البيئة إلى مناخ جيد ولذلك قررت وزارة البيئة الآن ومن خلال ورش التغييرات المناخية إلى تعزيز الثقافة البيئية في مواجهة هذه التغيرات وتأثيرها على الغطاء النباتي وكذلك انعكاساتها التي تؤثر سلبا على البيئة العراقية تفاصيل أكثر سادة المشاهدين تتابعونه الآن في سياق هذا التقرير رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع كافة فيما يخص ملف التغيرات المناخية وتأثيرها على الغطاء النباتي وانعكاساتها على الواقع السكاني والديمغرافي كل هذه المواضيع تم مناقشتها فريق من دائرة التوعية والإعلام بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات السكانية والديمغرافية في جامعة بغداد هذه الندوة وتليها ندوات ان شاء الله لاحقة هي هدفها لرفع المستوى الوعي البيئي بين شراء المجتمع المختلفة من هيئات تدريسية وطلبة في الجامعات لتحسين الواقع البيئي في داخل مدينة بغداد والمحافظات التغيرات المناخية يحتاج طبعا إلى جهود جهود كبيرة جهود مؤسسية جهود دولة جهود دول للتقليل من أثرها التغيرات المناخية أيضا تسببنا إلى هبوب عواصف غبارية هذه العواصف أيضا بالإمكان أننا لا ننهيها ولكن نقلل من حدتها ومن أثرها من خلال استخدام التقنيات الحديثة من خلال التشجير من خلال إيقاف حدوث أو التقليل من حدة هذه العواصف وعلى أقل تقدير العواصف المحلية خصوصا حضرتكم تعرفون أن هناك مساحات جرفت كثيرا هناك مساحات لا يوجد فيها حزام أخضر في العراق محاضرات مهمة تم إلقاؤها من قبل مختصي في المجال البيئي تهدف إلى رفع المستوى الواعي البيئي بين صفوف شريحة الطلبة وخاصة طلبة الدراسات العليا والباحثين في مجال البيئة حيث تم مناقشة وضع خطة تشمل مشاريع خاصة منها العراق الأخضر والحفاظ على التنوع الإحيائي والمحميات الطبيعية فضلا عن معالجة الشحة المائية التنمية المستدامة تخص البيئة ونظافتها ويعني ننشر الواعي للمواطنين وعلى مودة نحافظ على البيئة ويعتبرنا تدرسين استعدادات العراق لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الاستدامة البيئية ومناقشة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على بيئة العراق هذا ما تسعى لتحقيقه وزارة البيئة للنهوض والارتقاء بالواقع البيئي في البلاد حرق النفايات داخل منطقة أمر مخالف لشروط البيئة وشين الغلق بالموضوع؟ حشاك من الغلق إذا عندك نفايات خليه بكاس نايلون وخليه بمكان المخصص وبعدين تيجي سيارة ترفع الانقاض ويتصرف به بعدين احنا لازم نحافر على منطقتنا ومدينتنا وبيئتنا وانت صرت واحد من عندنا يابا هاي هسا جيبك كياس وأخليها وأخلي المكان مخصص وحارق ماكوا بعد بقى نكرر لي أبو من قلت لي؟ قال لي وعلم الزوج ايشارة الزوج أبو من؟ خطاق خطاق هاي نشرف ما محتاجي لنا فقط أساعدك؟ لا أشكرك وليد موجود هاي؟ الله يساعدك الله مرحبك هاي شي أنا نحاضر هاي بيتنا واحتمال رح نشي من ورا عايشك رحم الله هاي رجي اشتركوا في القناة متواصلين معكم مشاهدين أينما كنتم نذهب الآن إلى الحقيبة الإخبارية لمديريات البيئة في بغداد وبقية المحافظات فإلى هناك أجرى فريق من شعبة الأهوار في مديرية بيئة البصرة جولة ميدانية لأهوار المسحب والصلال للاطلاع على واقعها البيئي ومراقبة نوعية المصادر المائية المهندس كريم الخيص مدير بيئة البصرة أكد أن الفريق قام بسحب نماذجة من المياه والتربة من نقاط المراقبة التي تم تحديدها مسبقا لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة لها للتأكد من مطابقتها للمحدودات البيئية أجرى فريق فني من مديرية بيئة المثنة شعبة الكيمويات وتقييم المواقع الملوثة والمخلفات الخطرة زيارة ميدانية إلى جامعة المثنة كلية الطب العام في قضاء السماوة للاطلاع على عمل المختبرات التعليمية الموجودة في الكلية وبيان مدى مطابقتها للمعايير البيئية والمحددات الوطنية المهندس يوسف سوادي مدير بيئة المثنة بيّن أن هذه الزيارات تأتي انطلاقا من دور وزارة البيئة الرقابي بمتابعة عمل جميع المختبرات والمواقع التي تحتوي على مواد كيميائية لمعرفة طرق خزنها وكيفية التعامل الآمن معها قامت فرق مديرية بيئة ذيقار بمتابعة نقل المخلفات النفطية في حقل الغراف إلى مواقع المعالجة من قبل إحدى الشركات المرخصة بيئيا استنادا لقانون حماية وتحسين البيئة فرق المديرية مستمرة وبصورة دورية في متابعتها لعمليات نقل المخلفات من مواقع إنتاجها إلى محطات معالجة من قبل الشركات المختصة وبطرق بيئية سليمة حفاظا على صحة وبيئة المواطنين نفذت فرق مديرية بيئة ميسان جولات تفاقدية على محال قصابة اللحوم في أسواق منطقة الجديدة بالمحافظة باسمح بين مدير بيئة ميسان بين أن الفرق الفنية فرضت إجراءات للالتزام بالشروط الصحية والوقائية فضلا عن توعية أصحاب المحال والعاملين فيها بضرورة اتباع إجراءات لوقايتها من مخاطر الحمى النسفية والذبح في المجازر المجازة من وزارة الصحة وأن تكون الذبائح مختومة صحيا وخاضعة للفحوصات الطبية والبيطرية لتفادي انتشار الأمراض أجرت الفرق الرقابية لمديرية بيئة صلاح الدين زيارة تفقدية لمحطات غسيل السيارات في قضاء تكريت التابع للمحافظة لتقييم وقعها البيئية فرق المديرية رصدت خلال الكشف أن المحطة غير حاصلة على الموافقات والترخيص البيئية التي وضعتها الوزارة وتم التأكيد على أصحاب النشاط بمراجعة مقر مديرية بيئة صلاح الدين وتقديم الوثائق المطلوبة لمعرفة مدى تطابقها مع المحددات البيئية وفق قانون حماية وتحسين البيئة أجرت الفرق الرقابية في بيئة المتنى جولة تفتيشية في مستشفى الحسين التعليمي لغرض إجراء الفحوصات اللازمة على وحدة المعالجة بخصوص الإجراءات اللازم اتخاذها في نظام تشغيل تلك الوحدات لقياس المتغيرات الفيزيائية للتصاريف السائلة U52 في المستشفيات المهندس يوسف سوادي أكد أن هذه الجولات تنفيذا للخطة الوزارية الخاصة بمتابعة المؤسسات والمراكز الصحية كافة للتقليل من نسب التلوث الناتجات عنها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة